بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 بارت وان ديفينيشن اند جينرال انفرميشن بنتكلم هنا على موضوع الشورت كولمز والمقصود بالشورت كولمز ان العمود ما يحصلش فيه باكلنج يبقى نو باكلنج بيحصل فيه العمود لان فيه اللونج كولمز اللونج كولمز بيحصل فيه باكلنج يبقى الفرق بين العمود اللي هو الشورت والعمود اللونج العمود الشورت ما فيش باكلنج العمود الطويل بيحصل فيه باكلنج بالنسبة للكولمز بنقول انها Vertical Structural Members Transmit Axial Compressive Loads With or Without Moment يعني الكولم اللي عندي ممكن يبقى عليه Axial Force أو ممكن يبقى عليه Axial Force Plus Moment زي الحالة بتاعة العمود اللي بيبقى موجود فيه الفريم لو انا عندي فريم بالشكل ده بيبقى العمود ده عليه Normal Force وعليه Moment بالشكل دوت يبقى احنا عندنا Vertical Member دوت اللي هو الكولم بينقل Axial Compressive Load With or Without Moment بينقل الحملة منين من Floor أو Roof To the Foundations لاننا عارفين الأحمال بتتنقل من اللي سلابس الى البيمز الى الكولمز ثم الى الفاونديشنز عندنا هنا بعض General Information على الأعمدة أول حاجة شكل الأعمدة اللي عندي ممكن العمود يبقى Square أو ممكن يبقى Circular طبعاً L Square ده حالة من العمود اللي هو Rectangular حالة خاصة هنا فيه أبعاد العمود اللي هي Minimum Dimension في حالة العمود L Square بنقول البي لا تقل عن 25 سنط بالنسبة للعمود Rectangular ده البعد الطويل ده البعد القصير اللي هو البي بنقول البي لا تقل عن 25 سنط وفي نفس الوقت النسبة بين T على B لا تزيد عن 5 بالنسبة للعمود السيركولر بنقول ان ال Diameter المينمم هو 30 سنط طب ده بالنسبة لل Dimensions بتاعة الكولم بالنسبة لأنواع العمود فيه عندنا العمود اللي هو Tide أو العمود اللي هو Spiral Tide بتبقى الكنات عندي بالشكل دوت Spiral بتبقى الكنات كنات حلزونية حوالين الاسياء ممكن الكولم اللي عندي يبقى Comset بمعنى ايه ان فيه جزء اللي هو الخرصانة وده حديد التسليح وبيبقى عندنا Steel Sections زي ما احنا شايفين في الحالة ديت أو ال Eye Section موجود في العمود هنا أو Steel Pipe ان يبقى عندك هنا ده هو Steel Pipe بنملاها بالخرصانة معظم الاعمود عندنا بتبقى Tide Columns بمعنى فيه كنات والهدف من الكنات عندنا انها support Long Bars يعني بتعمل عملية اسناد للأسياخ اللي موجودة اللي هي الحديد الطولي وفي الحالة ديت لها ميزة تانية انها Reduce Buckling اللي ممكن يحصل على العمود Spiral Columns اللي هو فيه كنات حلزونية اهم حاجة عندنا ان البيتش في الحالة ديت بتبقى من 1.3 الى 3.3 انج لو احنا شغالين بالانج بنقول Spiral بيقلل موضوع اللي هو Southern او بمعنى بيبقى عندنا وده مهم جدا في المنشآت الخرصانية ما يحصل ش Southern Failure بيقى